ونضحك شوية ونشوف الأمور ماشية بأني شكل معجب بشخصيتك القوية وانا عارف ان شخصيتك مميزة جدا لكن في الحياة الاجتماعية كارترون الإنسان كارترون الأب كارترون الصديق الجمهور عايز يعرفه أنا أب التات أولاد أنا فصلت عن زوجتي بفترة طويلة ومركز تماما في شغلي عندي أولادي طبعا بيكلموني بمقتل آخر بالتليفون ومؤكدين في شغلهم النهذا لبست القميس اللي هم جابهوا لي هداية جابهوا لي هداية في عياد الميلاد الأخيرة فما كده ما يشوفوا لابس القميس اللي أنا جابهوا لي هينبسته اللي جابهوا لي في عياد الميلاد أكيد هيكونوا مبسوطين ما عنديش حياة اجتماعية بشكل حقيقي لكن أنا ما بشتكيش من ده ولا بدور على الأعذار إنه بخرجش عشان أنا بحب مهنتي وبحب أركز فيها ومهنتي بتاخد أكبر وقت مني ولأن ده حب حقيقي دي مهنة استثنائية ودايما عيالة ضغوط دائما استثنائية علينا بتمعاس علينا ودايما ماتشات استثنائية ولازم في تضحيات نعملها طبعا التضحيات بالنسبة لي إنه ما ببقاش عندي حياة اجتماعية بشكل كبير لما عندي حياة خاصة تتلخص الحياة البسيطة عندي أصدقاء أوليالين جداً بس أو فائلية من سنين طويلة أصدقاء بشتغل معاهم بعد سنين طويلة هم نفس الأشخاص من نفس الأشخاص وعائلتي وأولادي يعني بتتلخص فعلاً في أشخاص أوليالة جداً يعني بس نعمل حاجات استثنائية بس أنا أحب حياتي كده وأنا مثلا بحب أروح أعطي مطعم كويس بحب الأكل قوي بحب الأكل المصري قوي بمطبخ المصري وبحب الثقافة المصرية بتاكل إيه في المطبخ المصري؟ مطبخ المصري بتاكل في إيه؟ ملوخية ملوخية بالأرانب ولا ملوخية بجول مانش باك الريج بحب أكله بالرز بحب أكله بالمعلقة زي الشربة بحاسب طعمه شاهي بحب كل ما هو سمك وفاكة بح بكون مطحي كويس بكون حاجة معهولة كويس بحبها ونتو بتدوني أمثلة وزي ما يعني أنت عرف أنا كمدرب عندي وقت قليل ما عنديش حتى وقت نروح حتى دول الأهرامات من وقت ما جيت كنت تروتها معادي ديجلة أنا حتى في وقت الفاضي في وقت الفراغي بحاول أركز زي أحسن أداء الفرقة وحاول أتقدم وحاول أتوقع حاجات كثيرة ممكن تحصل وأشوف لا حلول السعادة بالنسبة لي ورداء بالنسبة لي بيكون مثلا وحاكل في مطعم مثلا وقضي وقت حلو أو غير أفكار نتفرج على فيلم حلو من وقت التاني برضو لكن بحب أن أعمل وأنا راضي بي يعني أنا ده مناسب لي اللي بعمله ده مناسب لأسلوب حياتي